أعوذي بلانك يا طارجين بسم الله الرحمن الرحيم مات تحليل بي الوحدة الثانية عشر التلوز بالمبيدات باستيصية سوليشن نواصل شرح محتويات هذه الوحدة واليوم نترون في هذا المقطع أقسام مبيدات الحشرات إنسيكتي سايتس تنقسم مبيدات الحشرات على أساس دخولها جسم الحشرة وقبل هذا وجدنا أن المبيدات الفطريات وغيرها تنقسم إلى قسمين عضوية وغير عضوية ولكن هنا مبيدات الحشرات لها ثلاثة أنواع النوع الأول تنقسم على حسب دخولها جسم الحشرة حسب دخولها جسم الحشرة وتنقسم في هذه الحالة إلى ثلاثة أقسام نمرة اثنين تنقسم حسب التركيب الكيميائي حسب التركيب الكيميائي وهنا تنقسم إلى قسمين عضوي وغير عضوي نمرة ثلاثة على حسب التأثير السمية أو التأثير السام التأثير السام وهنا تنقسم إلى أربعة أقسام إذن نتناول الأولان منها إنه تنقسم بداية الحشرات على أساس دخولها جسم الحشرة إلى ثلاثة أقسام وهو السموم معيدية فتح الميم وكسر العين وكسر الدال معيدية أوكي تقتل الحشرة بعد ابتلاعها وامتصاصها من قبل الحشرة سموم الملامس أو وهنا تقتل الحشرة عن طريق ملامستها لجسم الحشرة المدخنات أو وهذه المبيدات تدخل جسم الحشرة عن طريق الثقور التنفسية والغصبات الهوائية تنقسم مبيدات الحشرات والجزء الثاني يقولنا على حسب تركيب الكيمية وده أكيد طبعا مصدرين اللي هو عضوي وغير عضوي المبيدات الغير عضوية مثل أكسيد الألمونيوم والماغنيزيوم والمبيدات العضوية مثل الروتينون والنيكوتين وهي ذات أصل النباتي المبيدات العضوية المخضرة صناعيا الهايدروكاربونات المكلور ومركبات الفسفورية العضوية إذن وجدنا هنا نوع أول هو العضوية الغير عضوية أكسود والتاني هو النوع الغير عضوية تنقسم مبيدات الحشرات على أساس نوع التأثير السام نوع التأثير السام تأثير السمية وهنا السموم الطبيعية مثل الزيوت المعدنية السقيلة السموم البروتوبلازمية مثل مركبات الزرنيخ والتأثر على البروتوبلازم في الخلية مثل مركبات الزرنيخ والزعبق السموم التنفسية مثل الهيدرو سيانايد وأول أكسيد الكربون تؤثر على التنفس السمومة العصبية الهايدروكربوناتر المهلجنة ومركبات الفسفور العضوية وهنا نرى أشكال بشكل واضح أنه كوتين مركب عضوي وهنا أيضا نرى أنه 2-4 دينيترو فينايل DNB دينيترو فينايل وهو يبطي إنتاج الطاقة في الخلايا في الخلايا وهنا فيوميغانت أيضا نرى هو واحد من المركبات اللي هو فينايل فينول 2-5 فينايل فينول وهذا من المركبات اللي يدخل عن طريق القصبات الهوائية وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونوصل في مقاطع أخرى إن شاء الله